صباح لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وزي ما قلنا لكم نتكلم على السعادة لأن النهاردة اليوم العالمي للسعادة وطالما جات سيرة السعادة فيعني ما فيش أحسن من اللي احنا نسأل دينا شرف إيه اللي دايماً بيسعيدك لأن دينا من الناس اللي دايماً مبتسمة ومبتهجة على طول كده صباح الخير يا دينا صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا جمانة صباح السعادة والتفاعل على كل المصيرين في كل مكان صباح الخير يا دينا أكثر حاجة بتحسسك بالسعادة الأشياء البسيطة جدا يعني أبسط حاجة ممكن تشعرني بالسعادة إن أنا أكون كمان سبب في سعادة اللي حوالي ده من حاجات اللي تبسطني جدا جدا يعني بحس إن أنا كده متفألة ومبسوطة واليوم بيعدي حلو نستغل كل فرصة إن إحنا يكون مدنة حلوة فيها ونسعد اللي حوالينا يعني إن السعادة فعلا قرار مش اختيار يعني أنت تقرر أنت تكون سعيد وتسعد اللي حواليك ده قرار منك أنت بس شخصيا طبعا الأكل يعني لكن خليني أقولكم إن فعلا السعادة نسبية وبتختلف من شخص الآخر بتختلف على حسب متطلباته بتختلف كمان على حسب هو شايف هو عايز يكون إيه بعد كده طموحه هل عنده يعني بيحس بالسعادة في كل خطوة بيوصلها ولا لأ ما بيحسش بالرضى لأن السعادة كمان في الرضى جربته كده كمان لو أنتم في عمل تطوعي هتحسوا قد إيه بالسعادة جدا جدا مطيرين في السماء من كتر الفرحة إن أنتم دخلت الفرحة على قلوب ناس تانية أو إن أنتم أسعدتوا أشخاص تانيين قارب الناس ليكو يعني دايما كنت بقول بتزعني الدنيا لكن بترضيني وبتفرحني دحكة أولادي أو دحكة أي حد بحبه بكون أنا سبب فيها فزي ما بنقول كده لازم يكون القرار السعادة داخلي إن أنت تبقى سعيد بكل حاجة بتوصل لها سعيد بأكلة حلوة بخروجة حلوة بتمشيها بعربية بغنية بتسمحها السعادة بترفع من روح المعلوية فبتخلينا يعني أقل عرض الأمراض حتى نازلت البرد جرب كده تكون مودك مش حلوة أو نفسيتك مش حلوة هتلاقي نفسك جالك دور برد ويقولك معلش أصلا عشان يعني هو حالتك النفسية بتأثر كتير على الجهاز المناعي فبالتالي بتبقى يعني بتتعرض لكل الأمراض اللي ممكن تخيلها ضغط العصبي الأمور الحياتية العامة نتدخل فيها شوية سعادة كده هتفرق كتير وقرروا أن تكونوا سعادة خلوني نستعرض مواحدكم دلوقتي جولة المرية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات وخصوصا أن الناس بدأت تنزل هنبدأ من الكورنيش وهنلاقي كثافات مرية متقطعة من المضلات باتجاه منطقة وسط البلد أما كبري أكتوبر المتاجهة العباسية هنلاقي هناك سيولة مرية حتى غمرة والمكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية كبري أكتوبر شاهد كثافات مرية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال السيارات وكمان ده للمتاجه من ميدان التحريق إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة ظهرت برضو كثافات متحركة بشارع بس العقاد والطيران وميدان ربعة وصولا إلى الدائري لو تبعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرية كبيرة ولو هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرية نسبية في الوقت الحالي ولو هنفضل كمان مكملين لحد كبري الروضة هنلاقي أن في بعض الكثافات كورنيش النيل بدأت الكثافات تزيد عن المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد ودي كثافات طبعا بيكون طبعية بسبب زيادة أعداد السيارات لكن متجه إلى كورنيش إلى المؤسسة في سيولة مرية ناخد بالنا أن كبري 15 مايو بتظهر عليه كثافات أعلى منطقة الزمالك بسبب أعمال توسعة الكبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد نروح لمحافظة الجيزة وبيشهد شارع الهرم كثافات مرية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد طباطق في حركة السيارات وكمان ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان حتى جمعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً لمناطق بلاء ومبابا أما محور صفط فيه كثافات مرية بتزيد في الاتجاه إلى جمعة القاهرة لو رحنا بقى شارع في إصد ده بيشهد كثافات مرية في الوقت الحالي بدءاً من محاطة الماريوتية والحد الطلبية أما محور 26 يوليو ففيه كثافات للقادم من اكتوبر أما الاتجاه الآخر ناخد بالنا أن فيه تحويلة مرية من المحور إلى المحور المهندس شريف إسماعيل والعودة مرة أخرى للمحور الطريق الدائري للقادم من اكتوبر مغلق والاتجاه إجباري إلى نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج هنروح معاكل لمحافظة القاليوبية القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرية بطريق إسكندرية الزراعي ده بسبب زيادة أحمال السيارات والكثافات لكن أصبحت أقل من المعتاد وكمان بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة ده وصلت متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرية بتظهر بطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات لكن القادم من الزراعي متاجه للدائري سواء الجيزة أو المرج هيلائي هناك سيولة مرية معدى بعض الكثافات البسيطة لكنها مش مؤثرة بشكل كبير أما لمن منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرة بنها الحرة علشان يتاجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع بيفضل أنه يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرة الخيمة وهنكمل جولتنا ونروح بورسعيد هنلاقي فيه سيولة مرية في معظم الشوارع معدى بعض الكثافات نتيجة المعتادة في ساعة الضروة الصباحية ده زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقلل حد منوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية وبين طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرية مكملة لحد آخر الشارع أخذنا حضراتكم في جولة مرية على معظم محافظات القاهرة لكن بقرر مرة تانية إن احنا نكون سعداء في كل وقت حتى في الزحمة المرية هرجع مرة تانية لأحمد وجمانا علشان نكمل معكم فقرات صباحية مصر شكرا لك يا دين شكرا لك يا دين شكرا لك يا دين